موسم انتخاباته كل سنة وحضراتكو طيبين مع انتخابات الرئاسة بتكثر الرشا الانتخابية فلو حضرتك مخدتش حلوة المولد وكرتونة فيها مساعدات من حزب مستقبل وطن وتلتميت جنيه وشريت رامدول عشان تنزل او حفلة مجانية وخدوا منك البطاقة بتاعتك عشان ترفع بانر السيسي في حفلات تأييد ترشيحه للانتخابات الرئاسية لو فاتك كل ده اوعى تقلق حضرتك الرشاوة الانتخابية مستمرة الحكومة بتبشرنا بانه الاسبوع الجاي الاسبوع الجاي ده اقول له بعد يومين ثلاثة خلاص الاسعار هتنزل اسعار ايه كل حاجة بقى اسعار الطماطم والبصل وكل حاجة نفسك فيها هتنزل كل الاسعار يا جماعة هيحصل فيها انخفاض الاسبوع الجاي واعلام النظام طالع بيقول لك ايه الها اشتري عشان مش عارقة وما تستعجلش في الشراء عشان الاسعار هتنزل الاسبوع الجاي تعالوا نشوف كده مصطفى مدبولي قال ايه واحمد موسى قال ايه والجماعة دول قالوا ايه مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري بيعلن انه حصل توافق بين الحكومة والصناع والتجار نقف هنا شوية يعني ايه توافق بين الحكومة والصناع والتجار يعني من الاسبوع الجاي لو لقيت السعر عالي وطلقت الحكومة تقول لك جشع التجار اللهم انتو كدبين لانه رئيس الحكومة قال لنا انه حصل توافق بين الحكومة والصناع والتجار على مبادرة لخفض اسعار السلع الاساسية ده شيء عظيم جدا يا دكتور مصطفى والله يعني انتو اتفقتوا اه مصطفى مدبولي قال ان مجلس الوزراء طلع بيان اتكلم فيه على مبادرة خفض الاسعار خلال الاجتماع قال انه جرى استعراض مختلف الجوانب الخاصة بمبادرة خفض الاسعار للسلع اتكلمنا في كل حاجة واتفقنا انه الاعلان هيكون الاسبوع الجاي طبعا سيادته هكون مرشح فلازم نعلن الاسبوع الجاي كل التفاصيل الخاصة بالمبادرة مع البنك المركزي ومع كل الوزارات المعنية طيب دي حاجة كويسة جدا يعني ده شيء عظيم جدا كمان وزير التموين المصري اتكلم على اجتماعات عقدها بصفته وزير في حكومة مصطفى مدبولي مع مختلف الجهات المعنية ليه عشان يحدد عدد من السلع الاساسية المطلوب توفيرها باسعار مناسبة وقال انه الكلام ده هيبدأ يشتغل فيه سيتم العمل على توفير اي مكون دولاري يتم الاحتياج ليه بالتنسيق مع البنك المركزي ليه يا دكتور علي عشان نخفض الاسعار وانه هيتم تخفيض الاسعار وجرى الاتفاق مع مختلف السلاسل التجارية فيما يتعلق بموضوع تخفيف الاسعار ده عشان نخلي المستهلك والمواطن المصري الجميل يشعر ان احنا خفضنا الاسعار بشكل حقيقي طيب يعني ده امر جميله يبقى رئيس الحكومة وعد يبقى وزير التموين دكتور علم صلحي وعد يبقى قعدوا مع الصناع والتجار وكل الجهات المعنية يبقى بقلنا جهة واحدة بس تقول لنا الموضوع عشان نتأكد صح مين الجهة حضيرة الامتاج الاعلامي طلع امبارح مخبر امن الدولة بدرجة مضيع احمد موسى واتكلم انه يا جماعة الاسعار هتنزل الاسبوع الجاي وقال نصا كده اللي عايز يشتري حاجة يشتريها الاسبوع الجاي ما تشتريش بالغالي هيحصل انخفاض في الاسعار النهاردة اربعة اكتوبر مش كده اربعة اكتوبر تلاتة وعشرين الاسبوع الجاي هيبتدي يوم الحد يعني كمان يوم تمانية اكتوبر تقريبا فحضراتكو افتكروا التصريح احمد موسى مخبر امن الدولة وعدكو انه من يوم تمانية اكتوبر الاسبوع الجاي الاسعار هتنزل محدش يشتري حاجة يومين تلاتة دول يا جماعة خلاص في مبادرة ورئيس الحكومة قاعد والدنيا كلها زي الفل فافتكروا الوعد ده عشان هنيجي الاسبوع الجاي نعمل كشف حساب نشوف الاسعار زالت ولا قلت ولا ايه اللي حصل بالظبط